ألبت مجموعة من العوامل بدءا من هبوط البيس الأرجنتيني والقلق حيال خفض البنك المركزي الأمريكي برامجه التحفيزية والأوضاع الاعتمانية المشددة في الصين وأدت جميعها إلى دفع الأسواق الآسيوية للهبوط وتعتبر هذه البداية فقط إذ يتمثل الخوف الأكبر في أن تنضم المؤسسات الكبرى في عمليات البيع الضخمة للأسهم التي تجري في الأسواق الصعيدة والمقتصرة فقط على المستثمرين حتى الآن ويدرس محللون اقتصاديون حاليا إذا كان الأمر سيقتصر على الأسواق الصعادة فقط مثل الهند وإندونيسيا والتايلاند أم أن الضرر سيطول الدولا بالغة التقدم على رأسها اليابان ويتمثل الضرر الأكبر في اليابان في هبوط مؤشر نيكي إلى أدنى مستويته منذ شهرين كما تحاول الحكومة اليابانية إضعف عملتها قدر المستطاع لكن إقبال المستثمرين على العملة اليابانية باعتبارها ملاذا آمنا في ظل هذه الظروف أدى إلى ارتفاعها ويقع العبء الأكبر على كاهل بنك اليابان فقد أحبط عدم تسهيله للسياسة النقضية المستثمرين الأجانب وأدى ذلك إلى حدوث عمليات بيع مفرطة على الأسهم اليابانية ويرى محلون أنه بدون مزيد من التسهيل النقضي فمن غير الممكن أن يرتفع مؤشر نيكي فوق أعلى مستوياته التي سجلها في نهاية ديسمبر العام الماضي إلا أنهم يوضحون أيضا أنه لن يتهاوى طالما ظل لين عند المستوى 95 مقابل الدولار الأمريكي ويترقب الجميع ما سيخرج به اجتماع البنك المركزي الأمريكي على اعتبار أن الأوضاع قد تشهد مزيدا من السوء قبل أن تتحسن بعد ذلك محمد الجبالي رويترز